ندد المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بورل بالمجزرة التي اتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع رشيد بمدينة غزة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات وأشار بوريل إلى حاجة المدنيين في غزة إلى المساعدات الإنسانية مضيفا أن سقوط هذا العدد من الضحايا أمر ويرو مقبول على الإطلاق شكرا للمشاهدة